يكشف لنا نيتش عن الوجه القبيح للحسد الذي قد يختبئ خلف أقنعة ذوي القرب والأصدقاء قائلا إنهم يشعرون بأنفسهم صغارا أمامك وفي سر دواخلهم يضطرم ويتأجج انتقامهم ألم ترى كيف أنهم غالبا ما يصيبهم البكم عندما كنت تقبل عليهم؟ وكيف كانت طاقاتهم تغادرهم مثل دخان يصعد من نار أطفئت للتو؟ نعم يا صديقي الضمير القلق أنت بالنسبة لأقربائك ذلك أنهم غير جديرين بك هكذا يحقدون عليك ويودون امتصاص دمك ذبابا ساما سيكون ذوي قرباك دوما وإنما هو عظيم لديك هو الذي لا بد أن يجعلهم أكثر سما وأكثر فأكثر ذبابية فر يا صديقي منهم هناك حيث يهب هواء حاد وقوي فليس قدرك أن تغدو منشة لطرد الذباب وفي الختام نقول إن الحسد في الحقيقة قاتل للحاسد لا للمحسود ويتجسد ذلك في قول غابرييل غارسيا ماركيز لا شيء أكثر فتكا من الحسد فهو يقتل الروح قبل الجسد